أهلا بحضراتكم أهلا بضيوفنا اللي نورونا وشرفونا وغادروا هنا طبعا بتكلم على صاحب السمو ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان كانت زيارة بالتأكيد أكتر من رائعة جت بدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الزيارة اللي أنا أراها دائما هي طبيعية في إطار علاقة الأخوة اللي ما بين البلدين الكبيرين أيضا كان لها ثمرها فتلاقي أنه النهاردة على سبيل المثال أو جزء من نتائج هذه الزيارة هو أن مصر والسعودية وقعوا مع بعض 14 اتفاقية في عدد من مجالات الاستثمار بلغت القيمة تقريبا حوالي 8 مليار دولار طبعا ده إلى جانب إعلان المملكة العربية السعودية عن عزمها في قيادة مجموعة استثمارات في مصر عندنا هنا بتبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار أمريكي طيب الاتفاقيات دي عبارة عن إيه؟ الاتفاقيات دي كانت حاجات متعلقة بقطعات البنية التحتية الخدمات اللوجستية إدارة المواني الصناعات الغذائية صناعة الأدوية والطاقة التقليدية العادية اللي احنا عارفنا الطاقة المتجددة واللي مصر مرشحة فيها بقوة إنها تبقى تبقى للإيكانومست بالتحديد لأن أنا قريدت الإيكانومست مبارح واللي أول مبارح الله يا ما أنا متذكر إن مصر مرشحة نصاً تبقى لتعبير الإيكانومست أن تكون عملاقاً للهيدروجين أو عملاقاً في إنتاج الهيدروجين الأخضر كمان عندنا الطاقة المتجزمة كنت بقوله منظومة الدفع الإلكتروني والحلول بقى التقنية المالية والمعلوماتية وما إلى ذلك طيب كل ده بجانب توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي ما بين وزير الإعلام السعودي من جهة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من جهة أخرى ده في إطار تعزيز التعاون السنائي ما بين الجهتين في مجالات الصحافة والإزاعة والتلفزيون والإنتاج الدرامي والإعلام الرقمي فبرضو لك أن تتخيل حجم الإنتاج وشكله أنا هنا بتكلم بقى في المجالات الإعلامية وتلفزيونية والإزاعية والدرامية وما إلى ذلك اللي يقوم ما بين هوليود الشرق كما يسميها الجميع مصر وما بين أيضا عملاق إنتاج ضخم في المنطقة زي المملكة العربية السعودية